أعتبر أصداء الانتخابات التركية وما سينتج عنها عابرة حدود تركيا فهي مصيرية للأتراك والسوريين على حد سوى خاصة أن الملف السوري من أهم البرامج الانتخابية للمعارضة وللحكومة الحالية أيضاً ومع وجود ألاف الجنود الأتراك على خطوط التماس مع قوات النظام في الشمال السوري يكون يوم الرابع عشر من أيار مايو يوم الترقب للجميع لمعرفة الفائز بالانتخابات الرئاسية تخوفات الشعب السوري من الانتخابات التركية فهي تخوفات مشروعة وناجمة عن التصريحات العنصرية المعرضة التركية بطرد اللاجئين السوريين من الأراضي التركية وسحب البوات التركية من الأراضي السورية لكن نعتقد أنها تصريحات انتخابية أكثر من كونها تصريحات واقعية تخوفات ناجمة بالدرجة الأولى هو عن الخوف من إعادة التوتر إلى المنطقة مجددة من شمال غرب سوريا إلى هنا غازي عنتاب جنوب تركيا تضطرب مخاوث السوريين بين فوزين فوز للمعارضة قد ينهي وجودهم هنا في هذا البلد أو فوز للحزب الحاكم الذي مؤخراً بات يلقي حبال الود للنظام السوري يتخوف معظم اللاجئين السوريين في تركيا من ارتدادات سلبية أكثر قبيل الانتخابات العامة ويتخوفون أن تنعكس نتائجها عليهم بشكل مباشر بعد أن تحولوا إلى ورقة سياسية بيد أحزاب المعارضة الساعية لجذب أصوات الناخبين المعارضين لوجودهم هنا ويبدي أبو جمعة اللاجئ في تركيا منذ عام 2015 خشيتهم من فقدانه الاستقرار الذي يشعر به في تركيا في حال تسلم السلطة شخصيات تعد بترحيلهم خلال عامين يعني أكثر الناس خايفين ليش أنه إذا رجوا على سوريا فيه ناس ما عنده بيت فيه ناس ما عنده معيشة وهون يعني أكثر الناس عب تشتغل ويما عبي يشتغل أولاده عبي يشتغلوا يعني الناس هون شوي مرتاحة وأكثر الناس هلا كلها حاطين إيدهم على قلبهم أنه إذا استلمت المعارضة مثلا بدي يسفرون وذا كذا وذا كذا وهذا الشي يعني ما هو يعني ما هو وارد أبدا يعني نحن لازم ما نخاف عاد يرجعونا بدي يرجعونا على بلدنا يعني ما يبلد بس الناس خاب ترجعونا على البلد اللي ما عنده بيت اللي ما عنده سكن بحسب إدارة الهجرة التركية تأتي غازي عنتاب في المرتبة الثانية بعد اسطنبول في عدد السوريين الذين يقيمون فيها ويقدرون بأكثر من 450 ألفا ويأتي المستثمرون السوريون في المقدمة على صعيد عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي في غازي عنتاب وفق غرفة الصناعة بالمدينة أحمد أمين تلفزيون سوريا غازي عنتاب جنوبية تركيا موسيقى